موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين في كل مكان مرحبا بكم ضمن موعدنا المتجدد والذي نلتقي من خلاله لقراءة جديد الصحف المغربية الصادرة اليوم وفي البداية كالعادة نقرأ الصحف الجزائرية نبدأ قراءتها من صحيفة المشوار السياسي التي عنوانت صفحتها الأولى وكتبت أيضا في صفحتها الداخلية ما يتعلق برسالة بوتفليقة في اجتماع الحكومة والولاد وقالت الجريدة أن بوتفليقة يقول أنهم يهدفون للزج بالبلاد نحو المجهول وقالت الصحيفة أن بوتفليقة حذر من المغامرين ووجه رسالة مفادها احذروا المناورات السياسية مع كل محطة حاسمة بوتفليقة يحذر من المغامرين تحت هذا العنوان تحدثت المشوار السياسي عن قراءة في رسالة بوتفليقة استرجاع 552 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل تصريح لوزير الداخلية بدوي وارد في صحيفة المشوار السياسي والذي أكد من خلاله عرض هذه الهكتارات على المستثمرين الحقيقيين للاستثمار تقريبا ذات العنوان نقرأه في صحيفة البلاد التي هي الصادرة اليوم والتي تناولت أيضا رسالة بوتفليقة وقالت أنه دفع عن حصيلة عشرين سلام حكمي وعنوانة الموضوع مغامرون يهددون استقرار الجزاء الرئيس تقول صحيفة البلاد يبعث برسائل سياسية مشفرة فيما لم تجب صحيفة البلاد في صفحتها الداخلية عن سؤال يتعلق بمن وصفهم متفليقة بالمغامرين وبأولئك الذين يهددون استقرار الجزائر وبقى الاتهام موجها ضد مجهول في صحيفة شروق نقرأ عنوان بارز يتعلق بمراجعة الأجور والاستباق غليان الشارع مثل ما تقول الصحيفة وانهيار الدينار وقالت أن مراجعة الأجور تهدف لإطفاء نار الأسعار وانهيار الدينار وأن وزارة التجارة تقول أن تحرير الاستيراد يتسبب في كسر الأسعار وأن جمعية التجار تقول بأن المنتجات الجزائرية تفرعنت نظرا لعدم وجود منافستها في السوق عودة إلى رسالة بوتفليقة في صحيفة الخبر والعنوان الذي قالت من خلاله أنه هاجم بحدة من وصفهم بالمغامرين والكائدين الخطاب الناري لبوتفليقة تحت هذا العنوان الكبير لم تجب الخبر على الأقل على السؤال من هم الذين وصفهم بوتفليقة بالمغامرين والكائدين وبقي الحديث ضد فعاليات قد تكون سياسية وقد تكون شخصيات وقد تكون طبعا معارضة ولكن لا شيء يشير بالتدقيق إلى هؤلاء المغامرين والكائدين مثل ما تقول الصحف في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية ذات العنوان تكررت ففي لسوار دالجيري نقرأ من رسالة بوتفليقة الرهان ليس استخلاف المسؤولين ولا الأشخاص بالنسبة لتصريح للوزاح النون بخصوص هذه الرسالة كان على صفحة أولى لصحيفة نسوار دالجيري وقالت أنه ليس هناك أدنى حظ من أن أو أدنى احتمال من أن أبوتفليقة سيكون مترشحا لخلافة نفسه لعهدة رئاسية خامسة ذات العنوان نقرأه في صحيفة ليبرتي الصادرة باللغة الفرنسية وبخصوص ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة تقول صحيفة ليبرتي عفوا شكوك لويزا حنون الرسالة الغريبة لبوتفليقة هو العنوان أيضا الذي اختارته صحيفة ليبرتي للحديث عن هذه الرسالة هذه مشاهدنا في كل مكان أهم العنوين الواردة في الصحف الجزائرية ولعلكم قد تابعتم من خلال قراءتنا هذه أن هذه الصحف ركزت على رسالة بوتفليقة في لقاء الحكومة والولاة الذي تغيب عنه الوزير الأول المعني به مباشرة دون الحديث عن هذا السؤال نعود للصحف لمناقشة هذه المواضيع مع ضيفنا السحفي لخضر فرحات المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي نرحب بك لخضر فرحات مرحبا بك شكرا على تلبية الدعوة الرسالة الغريبة لبوتفليقة خطاب ناري لبوتفليقة ليس رهان استخلاف المسؤولين ولا الأشخاص المغامرون الكائدون المتربسون بالجزائر كل هذه الألفاظ نقرأها في الصحف الصادرة اليوم في قراءة لرسالة بوتفليقة كيف قرأت أنت لخضر فرحات هذه الرسالة؟ أولا رسالة أنا تذكرني شخصي بالبيانات التي كانت تصدر في عهد ماضي على الأحزاب الشعيعية أو على المكتب السياسي للأحزاب الشعيعية التي تعتبر أن البلد في أيديها ولا أحد له الحق في أن ينتقد أو أن يتحدث أو أن يطمح في يوم من الأيام أن يكون رئيس يعني الرسالة التي أرسلت باسم بوتفليقة واضحة بوتفليقة يقول الجزائر أنا وأنا الجزائر وكل من هو خارج عن النطاق يذهب إلى الجحيم هذا هو فحواء رسالة ثانيا هناك شكل من المعارضة وشكل أيضا لأشخاص ولكن دون تحديد أسماءهم ومنهم وماذا قاموا حتى تصل الأمور إلى أن يرد عليه من رئيس في رسالة منصوبة إليها هذه القراءة التي بسرعة يمكن أن نتشفها من رسالة الرئيس ومن الأحسن بعد هذه الرسالة الأحسن تغيير الدستور وحفظ كل كلمة ديمقراطية في الدستور وحفظ كلمة الأحزاب السياسية وأن تكون عهدى مدى الحياة وتنتهي الأمور يعني تقترح إدراج في الدستور وصف المعارضة وكل أنواع الوجهات النظر المختلفة في السلطة تقترح وصفها رسميا في الدستور بالمغامرين بالكائدين بالمتربسين بالأيدي الخارجية فهنا يكون الدستور يعبر بحقيقة عن تصور السلطة للمعارضة والله العظيم لو جد في بلد ديمقراطي هذه الرسالة يتم يعني عرضها على قيطة عليا ويتم الطلب إذاحة الرئيس في 24 ساعة لأن كلها معابية للدستور الموجود حاليا ومناقضة له ولا يعني تعترف حتى بأدنى يعني شيء من نشاط ديمقراطي الموجود حاليا في الدستور من الأحسن يعني مدام رسائلية الرهابية تخرج عن الرئيس وهي أن يتم تغيير الدستور وننتهي يعني يجهن الفرطاش من حق الراس يعني نعرف بأن البلد ديكتاتوري وليس وليس يعني ديمقراطي ونعرف أن بوتفليقة هو الذي أسس الجزائر رغم أن هناك خمس رؤسة أو ست رؤسة سبقوه على قيادة البلد ولا يمكن يعني أن نقول بأنهم فعلوا ما فعله بوتفليقة بالجزائر يعني طراحة لم يفعل للشادلي بالجديد ولا الزروال ولم يصل الجزائر إلى الحضير طيب لقدر فرحات في هذه الرسالة التي ذكرت بإنجازات الرئيس على مدى عشرين عام جاءت هناك قراءات من الكثير من المتتبعين بأنها إعلان رسمي عن رغبة ونية بوتفليقة لمواصلة رئاسته للجزائر للعهد الرئاسية القادم فيما تشير من جهة أخرى رئيسة أو الأمينة العامة لحزب العمال الويزا حنون إلى أنها ما فهمته من الرسالة أو على الأقل ما فهمه حزبها أنه ليس هناك أدنى احتمال أن يكون بوتفليقة مرشحا لخلافة نفسه بين الرأيين ماذا يرى لخذر فرحات؟ أنا ما أرى أن هناك أزمة حقيقية حالية داخل النظام ولا يوجد قرار نهائي لبقاء بوتفليقة من عدمه ولا يوجد أيضا توافق حول مرشح مؤين هناك بعض المطابق تتلم عن شبه توافق حول شقيق الرئيس الوزراء الوزر الأول الحالي ولكن هناك أطراف أخرى ترفضه إلى جانب أن هناك تقارير صدر أمس يعني أمس صدر من مجلس المحاسبة الجزائري يتهم الوزر الأول بأنه أعطى 9 مليار دولار لشركات أصدقائي يعني بطريقة العفو الضريبي وهو اتهام رسمي للحكومة الحالية يعني هناك لخبطة في وسط السلطة وهذه الرسائل غير مدروسة وتصدر عن ناس ربما فيها كثير من الشحنة الذاتية على حساب الجزائر وعلى حساب أيضا القوانين للتحكم البلد لأن لو كان أي إنسان محترم كتب هذه الرسالة على الأقل لا تكتب ضد دستور حالي أو ضد دستور موجودة حاليا أو على الأقل أيضا تقدم الاتهامات بصفة واضحة لأشخاص بعينهم وماذا قاموا حتى تصل الأمور إلى أن يكتب عليهم الرئيس الجمهورية لفها به الرسالة أنا أعتقد أن هذه الأزمة حقيقية الآن نعم هذه الأزمة لخضر فرحات وهذا اللقاء نحن في الحقيقة في الجزائر نعرف ويرى المحللون والمتابعون أنه في كل أزمة من أزمات النظام يتم وضع نقطتين أو آليتين للمواجهة الآلية الأولى هي الاتهام بالعمال والكيد والمغامرة وتهديد استقرار الجزائر من جهة ومن جهة أخرى تتوجه الأنظار نحو الإدارة التي يمكن أن تبرمج كل المواعيد الانتخابية وتخيطها على مقاس السلطة هل لقاء الولاد بالحكومة جاء في هذا السياق لتحضير الانتخابات الرئاسية القادمة؟ أكيد لأن الرسالة إلى حد كبير تضمها من إنجازات أصبحوا جزء من إنجازات الرئيس ولا أعرف هل طرائح طريق سيارة وطرائح سلطرات وطرائح الحرقة ضمن حصلة الرئيس أولا هل يتقسمها الولاد معروف؟ أم لا ولكن النظام يحضر الآن لشيء ما وليحضر أيضا للإدارة بأن تكون جاهزة بسرقة صوات الشعب الجزائري وتمرير أي شخص يتم توفق عليه في آخر لحظة أو ربما بقى رئيس نعم إلى أن ينتهي إلى أن يموتوا على كل حال رب يشكره طيب الأخضر فرحات والصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي كنت معنا في قراءة لجديد الصحف الصادرة اليوم ومناقشة ملفاتها شكرا جزيلا لك نقترح أيضا مشاهدين في كل مكان كالعادة قراءة في جديد الصحف المغربية مع نبيل عبدالله مرسلنا من المغرب نبيل مرحبا مرحبا بك زميل عبدالحي وبجميع السادة المشاهدين في هذه النافذة التي نستعرض فيها أبرز عنوين الصحف المغربية التي صدرت هذا اليوم والبداية بيومية الأحداث المغربية التي تعنون في صدر صفحتها الأولى السجل الاجتماعي يدخل حيز التجريب حيث يناقش المجلس الحكومي الذي سينعقد هذا المساء بالرباط السجل الاجتماعي الموحد والذي يهدف إلى الولوج لكافة البرامج الاجتماعية كالتعطية الصحية الرميد والدعم المباشر للأسر الفقيرة وكذلك دعم المطلقات والأرامل بالإضافة إلى برنامج تيسير لدعم التلاميذ بالإضافة إلى التغطية الصحية الكاملة للطلبة هذا البرنامج وهذا السجل الاجتماعي سيتم الشروع فيه ابتداء من العام المقبل 2019 حيث سيتم تسجيل المواطنين الذين يمكنهم الاستفادة من هذا السجل الاجتماعي الموحد في ذات اليومية دائما اقتصاديا شركة النفط تدرس إمكانية تخفيض أثمان المحروقات بالمغرب حيث تتداول شركات توزيع المحروقات بالمغرب إمكانية خفض المحروقات إلى أربعين سنتيما بعدما تم خفضها قبل أسبوعين بخمسين سنتيما الدرهم تماشيا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية نتحول إلى يومية الاتحاد في الشأن الاقتصاد دائما ارتفاع حجم الديون المشكوك في استردادها إلى خمسة وستين فاصل ستة مليار درهم حيث تعاني البنوك من الديون الفردية غير المؤدات بالإضافة إلى الديون الحكومية أو الجماعات المحلية وكانت الحكومة المغربية قد أعثت بعض الجماعات الفقيرة من الديون المتراكمة عليها لكن تبقى الديون الفردية المستحقات غير المؤدات جديرة بالمتابعة والحل تقول يومية الاتحاد نتحول إلى يومية رسالة الأمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو المحسنين للتبرع لترميم المساجد المغلقة بالمغرب حيث قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد التوفيق بأنه يدعو المحسنين المغاربة إلى التبرع من أجل ترميم ألف مسجد مغلق حاليا وهذا يتطلب صيانة بمئة مليار سنطين مغربية وعشرون ألف شخص مصاب بالسيدة بالمغرب وانطلاق حمل السيدة أكسيون التي تهدف إلى الكشف المبكر والمجال للداء وكذلك مساعدة المصابين ماديا ومعنويا من أجل تجاوز الأزمة والاندماج في المحيط الإجتماعي نختم جولتنا في الصحوط المغربية التي صدرت هذا اليوم بيومية لومتا السفيل المغربي بهولندا يرفض سياسة الضوص والإملاءات فبعد الأجواء المتوترة بين المغرب وهولندا بسبب ملف الريف حيث أقدم وزير الخارجي الفرنسي على تقديم ملف إلى البرلمان الأوروبي بخصوص هذه الأحداث والتي اعتبرها المغرب بأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمغرب وبهذا تقدم السفارة المغربة في هولندا على تحسين وتلميع سورة المغرب بالمملكة الهولندية وعنوان أخير أكبر شركة سويدية للمحروقات تطيح بالمالكة السابق لمصفاة لاثامير العامودي مصفاة لاثامير الإشارة فهي مصفاة تكرير البترة الوحيدة بالمغرب والتي توقفت عن العمل منذ ما يربو من سنتين والعامودي الملياردير السعودي كان يدير أكبر شركة سويدية للمحروقات لكنه تم إعفاؤه قبل يومين كان هذا إجمالا زميل عبدالحاي أبرز وأهم عنوان الصحف المغربية التي صدرت هذا اليوم شكرا نبيل عبدالله ويقرأ أيضا في جديد الصحف الفرنسية وفي صحيفة لوموند التي اخترناها اليوم والتي خصصت صفحتها الأولى لصحاب السطرات الصفراء وما يثيرونه من قلق للجهاز التنفيذي في فرنسا تقول صحيفة لوموند في عنوان بارز ماكرون يجد صعوبة في إقناع أصحاب السطرات الصفراء في خطاب مطول تقول الصحيفة حاول الرئيس ماكرون أن يتجاوز صعوبة إيجاد أجوبة تطفئ غضب أو الغضب المعبر عنه من قبل أصحاب السطرات الصفراء قال لقد فهمتكم عبارة كررها إيمانويل ماكرون تقول الصحيفة معلنا إجراءات لا مركزية تستمر على مدى ثلاثة أشهر لمحاولة إرضاء هذه المطالب وأصحابها ولم يقنع هذا التغير في طريقة ولا في الخطاب المتظاهرين كما تقول الصحيفة الذين طالبوا بتنظيم يوم احتجاج السبت القادم الفاتح من ديسمبر في باريس وأظهرت هذه الأزمة شرخا كبيرا بين مختلف المناطق في فرنسا ما يوحي بأن هناك يعني مركزية كبيرة مثل ما تقول الصحيفة في معالجة احتياجات ومطالب هؤلاء الذين نجأوا إلى طريقة للتعبير بارتداء الصفرات أو السطرات الصفراء هذا هو الموضوع الذي تطرقت إليه جديد الصحف الفرنسية الصادرة اليوم وفي الختام ونعتذر عن عدم تمكننا من قراءة الصحف التونسية فنختم بصفحة الكاريكاتير اشتركوا في القناة شكراً مشاهدين في كل مكان على المتابعة وإلى لقاء اشتركوا في القناة